متسابقنا الأول من المغرب اسمه أحمد الخرازي نشاهد المتسابق على الشاشة الاسم أحمد الخرازي من المملكة المغربية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هموا به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين رازي من المغرب شيخنا الكريم ما هو تعليقكم؟ بارك الله فيك أخونا سيد أحمد كان يقرأ بقراءة الإمام عبد الله بن كثير المكي وهو متقن لها كان ودي أسمع منه أكثر يا ريتك طولت القراءة شوي يا سيد أحمد لما بتقول والله والله اضغط الصوت إلى سقف الحلق إلى قبة الحنك حتى يتفخم لفظ الجلالة أكثر الذي أتيت به مفخم بقليل والله والله هكذا يجب أن يكون التفخيم لما بتقول عربي مبين عربي عندما أي مشدد في القرآن لابد أن ننزل إليها من الحرف الذي قبلها بقوة إن الله وملائكته يصلون على النبي ما بيصير نقول على النبي ما بيصح على النبي لما خلقت بيدي وأضلهم السامري كل هذه الياءات المشددة ننزل من الحرف الذي قبل الياء المشددة إلى الياء المشددة بقوة انتبهت حبيبي؟ نعم عربي هكذا يجب أن تكون نطق الياء المشددة أفرد لهذا الإمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله متوفى 437 يعني من أكثر من ألف سنة متوفى في كتابه الرعاية أفرد لهذا بابا سماه باب الوقف على المشدد لو أنك ترجع إليه بارك الله فيك قراتك متقنة جميلة لكن أحببت أن أهديك هذه الملاحظة لعلك تستفيد منها إن شاء الله الله يعطيك العافية أعجبني كلمة شيخنا أهديك هذه الملاحظة ففعلا هذه التقييمات هي هدية نقدمها إليكم حتى تتحسن بإذن الله جودة تلاوتكم وحفظكم